السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندي بعض الأمثلة اللي تخص الموضوع الأخير لترانزينت رسبونس هذي بعض الأمثلة تخص هذا الموضوع نجي على أول مثال than for this estimation determine the value of k such that dumping ratios 0.5 then obtain the raise time, tr peak time, tp maximum overshoot and settlement time T s for the unit step response النظام اللي المضح هذا بشكل المطلوب في السؤال هو طبعا بداية احنا للنظام هذا اللي بلوب دائرة باللي امامنا اول خطوة فحنا نسوي الى فهذا عدنا هنا الاول اللو هاشلون صارت بالكالثالي هنا عدي 16 زائد باينت 8 زائد هنا هنه ردكشن زائد 16 في الفيدباب اللي هو كي زين؟ المطلوب في السؤال يريد قيمة هذي كيش قيد اللي يتخص شنو تخص الفيدباب بعد هذي الخطوة بنوجد الكلوز الكلوز لوب رسبونس اللي هو راح يكون هذا زائد بمعنى الفيدباب واحد فراح نعنا تصير زائد 16 فالسي على ار او في الاس اللي اوتبوت على الانبوت راح يطعين هذا الكلوز لوب رسبونس وذكرنا انه المطلوب هذي القيمة طبعا هذي القيمة قلنا اللي تخص الفيدباب هي وقيمته كي وليس الكي اللي اللي تخص النابط اللي هي هاي قيمتها 16 زين؟ احنا نعرف انه عندنا قانون ان البي على الجي يساوي اثنين زيتا اوميجا ام زين؟ اذا اعتبرنا انه معامل اس تربيه هو الجي ومعامل الاس بي وهذا القيمة هي كي نجح نعود بدل البي هذا قيمتها هذا الترم كله يساوي اثنين زيتا اوميجا ام هي جرى كي على جي باذن هنا على الزيتا تحت ساوينا هذا القيمة ان المعلومات الكي يساوي 16 نيوتون متر الزيتا 0.5 الجي واحد البي 0.8 نيوتون متر على السكند نجح نعود هذا القيمة هنا كلها عندي معلومات افراد قيمة هذا الكل ونوجد قيمتها اللي هي تكون 0.2 بالتالي بعدها نوجد قيمة الأوميجا الناس نحتاج وين نحتاج نحتاج قيمة الناس نحتاج قيمة السيقما ونحتاج قيمة الناس ناتر وفرقوانسي وين حتى نوجد ريس تايم نوجد نوجد الماكزمام أوبرشوت نوجد البيك تايم وكذلك نوجد السطن تايم بالأوميجا ام يساوي جذر الكي الى جي واللي راح تطلع قيمتها عندي أربعة راتين برسة هنا السيقما يساوي ذاتا في أوميجا وتساوي النص في أربعة تطلعتنا قيمة أثنين الأوميجا تي يساوي أوميجا جذر واحد ناقص ذات التربية نعوض قيمهم وتطلعتنا قيمة الأوميجا تي بعد هذه المعلومات بعد ما طلعناها نوجد القيم المطلوب بالسؤال اللي هي أولا ريس تايم التي ار باي ناقص البتا على أوميجا دي البتا شنو قانون هي تان انفيرس أوميجا دي للسيقما هو يساوي الأول قيم الأوميجا دي والزيتا نطلع عندنا قيمة البتا واحد بوينت خمسة بالمآل ردية نعوض هنانا الأوميجا دي معلومة ونوجد قيمة الريس تايم اللي هي هذي قوت البيك تايم البيك تايم هي باي على الأوميجا دي مباشرة نعوض الأوميجا دي ونوجد قيمة البيك تايم بالسكد السكتنك تايم عندي قادرين إلها لأول فور 2% كريتيريان التي أس بهذا الحالة يساوي 4 حالة سيجما يساوي 4 على 2 فهنانا فور 2% كريتيريان اللي 7 تايم يساوي 2 سيجن إذا 5% كريتيريان فهذا 7 تايم يساوي 3 على السيجما ويساوي 3 على 2 بالتالي قيمتها إذا كان عندي 5% كريتيريان إيا 1 ونص maximum overshoot قانون هال إذا صالت سيجما على أوميجا دي في باي نجي نعوض أدي سيجما موجودة وأدي أوميجا دي موجودة ناخذ الإكسبونيشن لهذا القيمة وتطلع عدنا قيمة maximum overshoot سؤالي بعد سؤالي بعد 8 سيجما موجودة الآن سيجب أن نتوقع من الجي قيمته واحد كيلوغرام متر مربع زينا شنو المطلوب هنا بالسؤال هنا يريد الكي لقيمة ثابت النظر ويريد الكي اللي هي تغسل الفيئة شنو المعلمات المطينة مطينة مطينة مجد من overshoot ومطينة السفلينك تاين وعند قيمة جي النظام هذا أمامنا موضح في أول بلوغ دايقرام نجي أيضا نسوي اليدكشن لهذا نصر هنا في الاحاق هذا KJS زائدا K في KB ندخل واحد على أس لهذا المعاملة وأيضا يعني نوجد بلوغ سيستم بلبدأ ندخلها وبعدين نضيد زائد K فقط عندنا قيمة واحد فصير هنا فقط K زينا شنو المطلوب ريد قيمة هذا الكي ويريد قيمة الكيبي يعني هذا هو الوغ سيستم اللي هو C R S Output على انبوت عندي الدكار لأنه البيك تايم عفوا نعم 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 بيك تايم بيك تايم بيك تايم بيك تايم بيك تايم البيك تايم البيك تايم المكزم المكزم 25% والجي واحد كيلوغرام متر مربع المطلوب Kb و كيلوغرام انا عندي من الف تايم المكزمم بيك تايم بيك تايم بيك تايم بيك تايم بيك تايم في بي على جذر 1 ناقص زيتا سكورر اخذ اللين بمعنى عندي الزيتا هي المجهولة فاخذ اللين لهذا المعادلة حتى تخلص من لأن 25% يساوي هذا القيمة نفسها الثالب ويسالب يروح بعدين ننبسط هذا المعادلة إلى أن نصل إلى قيمة الزيتا 0.403 بعدين نقدر نعدي الأوميجا دي عندي الزيتا أقدر أوجد الأوميجا N وتطلع عندي هذا القيمة براتين 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 بعدها عندي جاي عندي ناشا في فونسي أقدر أوجد الكاي اللي تساوي جاي في أوميجا N سيكوة تطلع عندي الثنين عدس طايم 947 نيوتن متر من هذا القانون من بي إلى جاي يساوي الثنين زيتا أوميجا N نوجد الزيتا أو أنا معامل البي هي عبارة كانت سئتا نرجع إش قلت القيمتها حسبي هنان قلنا معامل أستروحية جاي معامل الأس عفل هنا أكو أس هنا أكو أس مثل هذا المعادلة بطبع ها هي البي كي في كي في نجي نعوقها بالقانون احنا كي في كي بي على ثنين جذر كي في جاي من هذه المعادلة أوجد احنا أريد أن المطلوب الكي بي راح تكون معادلة بهذا الشكل لدي كل شي معلوم عندي بهذا المعادلة لدي تقيمة الكي بي إلى هنا ينتهي السؤال السؤال اللي بعده لدي هذا النظام هو السبب لدي جاي وعندي الكي قيمة خمسة نوت المتر بالردين وعندي الدين maximum overshoot .2 settling time .2 والكي خمسة نوت المتر على الردين إذن مثل هذا النظام بالبلوك دياغرام راح يكون عندي بهذا الشكل الكي على الس في الجاي أصداد دي بيحتب بار فور unit step input إذن وقال the step response of closed loop هنا فقط صار عندي زائد بما أنه قولي closed loop أو feedback هذا واحد يريد الجاي وريد دي أيضاً ضروري في البداية دائماً وصار واضحة من الأمثلة لازم عندي الـ وعندي أيضاً الـ وعندي زيتا طبعاً إذا الزيتا كانت ما يعني مجهول واضح من المترجم overshoot باستخدام هذا القانون نوجد قيمة الزيتا أيضاً ناخذ اللين حتى نتخلص من explanation وبالتالي نبسط هذه المعادلة إلى أن نحصل طبعاً من البسطين الطرفين ومن البسط المعادلة نوجد قيمة الزيتا هذه قيمتها ومن البسط المعادلة من البسط المعادلة نحصل لذلك نقوم باستخدام همجهول خمسة مجهول ونوجد قيمة الجي زين اللي بعث هريد من هذا القانون الجي هو الجي يساوي أو يساوي ثمية سيجما أعرض سيجما عندي موجودة الجاي قبل شوية وجدناها وبكل سهولة نوجد قيمة الدي بنيوتن متر السكن إلى هنا تنتهي حل هذه الأمثلة ترجمة نانسي قنقر